ثلاث روايات شهيرة للكاتب المصري إحسان عبدالقدوس تحولت لأفلام سينمائية أولاً في بيتنا رجل يتناول قصة إبراهيم الذي ينجح في اغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار ويتمكن من الهرب بعد إلقاء القبض عليه ويلجأ إلى منزل زميله الجامعي ليقع في حب شقيقة زميله ثانياً حتى لا يطير الدخان تدور قصته حول طالب رفياً متفوق أحلامه بسيطة يصطدم بالواقع حينما يفقد أمه بحثاً عن ثمن علاجها فيقرر الانتقام ممن خذلوه ثالثاً وأخيراً الوسادة الخالية تدور أحداثه حول طالب وطالبة يقاعان في حب بعضهما لكنهما يصطدمان برغبة الأهل التي تحول دون زواجهما